فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نعم علي رضي الله عنه الخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين صلى مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مثل صلاة نبيهم لأن الله جل وعلا قال للمسلمين عموما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكانوا يعملون بذلك ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة فما فعل فعلناه وما ترك تركناه وما أمر به أخذناه وما نهان عنه انتهينا عنه هذا هو الواجب على المسلم هذا علي رضي الله عنه يمثل ذلك في أنه صلى بهم مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض بعيدة عن المدينة بل في أرض الغلو وأرض الخوارج ولكنه رضي الله عنه طبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون بهذا أحيى سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام يعني أحيى سنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وهكذا ينبغي للعلمة وطلبة العلم أن يحيي السنة التي أميتت وأن ينشروها في الناس ومن أجل أن يعرفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم